على تلبيتها السلام عليكم شكرا للاستضافة وتحية رياضية لكل متابعين شكرا عدل عدل اليوم الحدث كان هو ندوة صحفية لناخب الوطني جمال بالماضي بعد فترة ربما شارع رياضي كان متحير على المنتخب الوطني هل فيه تجديدات؟ هل سيتم الإبقاء على نفس الأسماء؟ اليوم كانت فرصة للناخب الوطني لإجابة عن عديد التساؤلات عدل أنت كإعلامي كيف شهدت ندوة صحفية للناخب الوطني؟ وهل كان مقنعا في إجاباته؟ كان مقنعا إلى حد ما فيه مبررات تقدمها كانت موضوعية وتخص يعني الجانب الفني وطبيعة الحال كان منتظر أن المدرب يدافع عن خياراته فيما يخص قائمة اللاعبين لكن هناك قضايا أعتقد أن جمال بالماضي تعدى نوعا ما الخطوط خاصة ردة فعله في بعض الأسئلة ربما رح نجولها بالتفصيل من سبقش الأحداث لكن عموما القائمة اللي نقولها يعني ما كانتش فيها مفاجآت كثيرة الأسماء التداول ربما الشارع الرياضي كان متعطش ومتحمس كثير لمعرفة اللاعبين الجدد خاصة بين قوسين النجوم ليصنعوا الحدث في أوروبا مثل عدلي مثل قضية حسام عوار لكن شفنا القائمة يعني خالت من الأسماء الجديدة اللي كانت حديث الساعة أكيد عدل ونبدأ من أين تهيت انتال اليوم ربما الشارع الرياضي كان ينتظر عديد الأسماء الجديدة كان ينتظر أكيد في القائمة التي ستدخل هذا التربوس القائمة التي خالت من أسماء جديدة هل تشوف أنه النخب الوطني جمال بالماضي الذي فضل العمل مع أسماء سبق لها وأن عملت معه ربما باستثناء حسام دين ميرزاق الجميع عامل مع النخب الوطني جمال بالماضي سابقا ماذا استنتجت عدل أو قبل الإجابة عن هذا السؤال نشاهد تصريح للنخب الوطني جمال بالماضي حول هذه النقطة والقائمة الإسمية للمنتخب الوطني يوجد للمساعدة الوطني جديدة لم أكن نعم لك على من قبل وأقضى ومن تشجيره بعد أن نجد من قبل أن أقضى من 4 سنة أنا أقضي من تحب إلى م. م. ويداليلوزيك الذي يتم لا يستطيع المعارضة لذلك هم كيف يتم تحت بالموقع عندما نقوله برايم يزيز إنه بانه ماركوز ولكنه أيضاً لماذا لم تتعرفه؟ أتاكيه تقوله لقد أخبرتها وقالت لا. هناك شيئين يتعاون 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 في الففا الأنين يتعاون 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 في هذا الماضي هل في إجاباتي يتعاون أن النقب الوطني فضل العمل مع أسماء اللي يعرفها جيداً أم أنه كان مجبراً على العمل مع هذه الأسماء؟ دافع كما قلت سابقاً دافع عن خياراته يعني هو مد المعايير لانتهجها في اختيار هذه التشكيلات حسب أربما المناصب حسب الجاهزية لكل لاعب. نعرف أنه شهر سبتمبر هو شهر بداية الموسم الكوروي تقريباً في كل البطولات باستثناء بعض البطولات اللي ما زال من طلقتش ما زال في مرحلة التحذير أرعى في هذه القائمة كما تكلم بالماضي وضعية بعض اللاعبين يعني تكلم عن اللاعبين اللي غايبين في صورة مبولحي أو بعض اللاعبين اللي كانوا عاشوا وضعية صعبة لمعادوش المستوى تراجع المستوى المستوى التحهم قلت حتى يعني العودة تاعة أوندي ديلور لم تصنع الحدث لم تصنع الحدث في شارع رياضي سنمر عزل إلى جزئية أو إجابة بخصوص ديلور ولكن قبل هذا شاهدنا في التصريح جمل بالماضي تغني بحالي لوزيج في جزئية أنه لا يستدعي اللاعب الذي رفض المنتخب الوطني سابقاً فعلها كما قال مع المنتخب المغربي واللاعب إبراهيم دياز اللاعب المزوجة الجنسية مغربي إسباني هل ترى أنه تغني بالماضي بحالي لوزيج هو يرسم سياسة بالماضية الجديدة أم كيف شاهدها؟ هو حب يوصل رسالة إلى الجزائريين أو حتى للإعلام لأنه لما نقول الإعلام الجزائري بصيفة عامة أسرة الإعلامية تعاملت شوية بمعاملة خاصة في قضية اللاعبين المزوجين الجنسية يعني هو حب يلحق ميصاج كما نقول إحناية أنه هؤلاء اللاعبين مزوجين الجنسية بحاجة إلى فرصة ثانية يعني لو نسبق الأحداث أو نعطيه أحكام مسبقة أو أحكام نهائية أنه هذا اللاعب يدير ظهره للمنتخب أو يدير ظهره للجزائر يعني خلاص كما قال في الندوة الصحفية أنه خلاص وقعنا على نهاية مع الجزائر لهذا استدل بمدرب سابق للمنتخب المغربي لكن أعتقد أنه لكل مدرب وفلسفته وسياسة تعو في التعامل مع ملف اللاعبين سواء المزوجين الجنسية أو اللاعبين اللي يتم استقدامهم من البطولة المحلية لكن لو نعود إحنا للماضي والتصريحات اللي كان يدلي بها جمال بالماضي ما تكلمش هو على فرصة ثانية أو فرصة أولى أو اللاعب نعطيها مهلة للتفكير لا هو قال أنه الشرط الأساسي للانتقاء أو اختيار اللاعبين في المنتخب أنه اللاعب يكون عنده روح الانتماء يعني تكون عنده رغبة قوية للانتماء إلى المنتخب لو نتبع إحنا لكلام بالماضي وتشوف أنه اللاعب يتردد أو يثماطل يعني هنا نشوفه باللي هناك تناقض أليس لا؟ أكيد هناك تناقض يعني إذا كان اللاعب عنده هذه الرغبة القوية والشعر بانتماء إلى الوطن الأم أعتقد أن كل الشرط الأخرى وإعتبارات الأخرى ستسقط بطبيعة الحال لكن لما تفتح المجال وفترة التفكير تكون طويلة وطويلة جدا ربما تستمر لأكثر من سنة أو ربما يكون الموقف سلبي وبعدها لما يخسر تشوف أن المنتخب الوطني خسر كثير بعدم تأهل إلى المونديال بطبيعة الحالة أنه الريهن كبير وكبير جدا ونكذب على روحتنا نقول إحنا خلاص استفقنا من الصدمة نشوف يعني سواء إحنا كإعلاميين أو حتى الشارع الرياضي لم يهضم لحد الآن عدم تأهل إلى مونديال قاطر وهذا بطبيعة الحال رح يكون يخسر يعني من جانب التسويقي صورة الجزائر هل الأمر أثر على قرار بين قوسين لعبين كبار الذي يرغب في استخدامها من المنتخب الوطني؟ بطبيعة الحالة يكون عنده تأثير هذا شيء مفرغ من النوع شوفنا حتى لو نعود نولي قضية أندي ديلور لما كان خمم في المسيرة تاعه كما نقوله إحنا الشالون سبورتي يعني الريهان تاعه تاع الرياضي قال لي كان لازم نضمن مكانتي في نادي نيس وبعدها أعود إلى المنتخب شوف كيف كانت أرضة فعل جمال بالماضي يعني كل لعب يخمم في المسيرة تاعه كوروية على باله أنه لما يلعب بالمونديال يعني حتى القيمة تسويقية تاعه رح ترتفع ما كانت في النادي تاعه رح تزيد وتفتح له مجال وأفاقات وهذا ما جعله بالماضي يستدل أيضا في نهاية كأس أمم إفريقيا في 2019 بما حدث مع اسماعيل بن ناصر اللي كان كما يقولوا في الضل عاد إلى النجومية بعد المشاركة مع المنتخب الوطني يعني المنتخب الوطني والتحديات اللي يرسمها والإنجازات اللي يحققها بطبيعة الحال رح تنعكس بشكل إيجابي على مسيرة مشوار اللعب أكيد عدل ربما أيضا القضية التي شغلت الرأي العام هي عودة أوندي ديلور بعد عام من الغياب عن المنتخب الوطني وهو الأمر الذي كان قد طلب من الناخب الوطني أوندي ديلور طلب من الناخب الوطني سبعده لمدة عام بتمام الآن نشاهد أوندي ديلور عاد إلى المنتخب الوطني وأيضا تصريح للناخب الوطني الجمال بالماضي الذي يرد عول هذه القضية نشاهد تصريح ولا نعودها نقول فاند 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 من نعانب فاند 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 تشاهده عام فاند 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 فكره فاند یاد فاند فريد ون خارج لما بجد على مجال إذا كان هذا رد الناخب الوطني حول قضية أندي ديلور عدل كيف شفت رد الناخب الوطني هل كان مقنعا في إجابته حول هذه النقطة؟ لا لم يكن مقنع خاصة لما قال أنه لو تأهن المونديال أندي ديلور لن يكون في قائمة التي تنقل بها إلى قطر ما هذا يعني أنا أحب هذا لو كانت قضية أندي ديلور يعني خليني يقول ربما جمل بالماضي هو لأثار هذه القضية كانت قادرة تكون يعني في سرية تامة يعني رفض اللاعب رفض استدعاء المنتخب الوطني أو قدم اعتدارات أو بوهلة أو من أجل يعني بروز في نادي نيس كانت قادرة يعني تكون القضية بين المدرب واللاعب دون أن تخرج إلى الشارع الرياضي ليس فقط إلى الشارع الإعلامي لأنه لأصبحت القضية العام والخاص لكن نعود إلى نقطة أهمة وهمة جدا يعني قبل رفع صحة تعبير العقوبة على أندي ديلور يعني كان هناك مطالب سواء من الشارع الرياضي أو حتى يعني من يعني حتى من الأسرة الإعلامية كانت تسير في سياق أنه لابد أن تدعيم المنتخب الوطني باللاعب أندي ديلور يعني كما قولوا احنا كل شخص يعني بحاجة إلى فرصة ثانية أندي ديلور إن صح التعبير أخطأ أو تقاعسة يعني في الدفاع عن المنتخب الوطني هو بحاجة إلى فرصة ثانية لكن مبررة لقدمها جمال بالماضي اليوم لم تكن صراحة لم تكن مقنعة أندي ديلور قال أنه كانت لدي مشاكل عائلية هذا الأمر ليأثر على قراره أكثر من أنه كان يريد أن يفرض نفسه في نادي نيس ولكن شاهدنا بعد تصريحات جمال بالماضي العام الماضي شاهدنا أيضا ردة فعل من لاعبية المنتخب الوطني حول رفضهم لعودة أندي ديلور الآن عودة أندي ديلور راح تتأثر على المجموعة المنتخب الوطني شاهدنا عود نقول لك كي قلت تصريحتها يعني علش قلت لك أنه كان قادر جمال بالماضي يتفادى يعني إثارة قضية أندي ديلور كانت قادرة تبقى يعني بين اللاعب والمدرب لأنه حتى التصريحات اللي يتكلم بيها يعني وصفه بالعروسة يعني كلام شوية يجرح وقاس يستعمل جمال بالماضي في تلك الفترة وقال يعني لن يعود اللاعب إلا مع مدرب آخر والآن اليوم يعني حبي يفسر ما لا يمكن تفسيره لأنه احنا على بنا وش كان قاسد جمال بالماضي وهذا أخطأ احنا ما نش نقوله هنا لمحاكمة أنه نحاسبه جمال بالماضي ونحاسبه أندي ديلور يعني قلت لك كل شخص بحاجة إلى فرصة ثانية هذه وحدة يعني اليوم أندي ديلور بعد المستوية اللي يقدمها معنا دينيس وتراجع يعني مستوى المهاجمين يقدر يقدم الإضافة وربما نقدرون نشاهد تصريحات من زاوية أخرى الناخب الوطني جمال بالماضي قال أنه في حال تأهل إلى مونديال قطر كنت سأغادر المنتخب بعد المونديال وأيضا قال أنه في حال تأهل إلى المونديال لم أكن لي أستدعي أوندي ديلور ربما هذا الأمر اللي يتشوف أنه بعد المونديال عود أستدعى أوندي ديلور بعد خيبة تأهل إلى المونديال لا لأن كما يقولون نحبون أن نكره جمال بالماضي ما رحش في موقف قوة لأنه تعرض لانتقادات سواء من الإعلام سواء من الشارع الرياضي يعني انتقادات هذه لا يعني أنه المطالبة برحيل جمال بالماضي لكن المطالبة بتصحيح المصار لماذا تصحيح المصار لأنه مقدرون نمحيه حناية من مشوار المنتخب قاله خرج في الدور الأول نهائية كأس أمام إفريقيا يعني هو حامل اللقب ويعني في مجموعة إن صح التعبير متواضعة لم نقل ضعيفة هذه واحدة إخفاق تأهلوا منها ثلاث منتخبات طبيعة الحال وزيد إخفاق أيضا في اقتطاع تأشير المونديال مهما قلنا وقيل حول الحاكم بكاري كاسما وتأثيره على نتيجة المباراة لكن تراجع المنتخب الوطني لم يكن في نهائية كأس أمام إفريقيا التي جرت بالكاميرون ولم يكن وليد المباراة الفاصلة التي جرت في ملعب شاكر لما نعود لك فقط قلت لي هل يأثر على المجموعة شوف المفارقة أنه للأسف أنا قلت لك هذه بعض الأخطاء التي ترتكب شوفنا يعني جمال مدافع جمال بالعمري يعني دار تدوينه وين علق على بي يعني رفضه لعودة أوندي ديلور والمفارقة أنه اليوم أوندي ديلور متواجد في المنتخب وجمال بالماضي خارج المنتخب جمال بالعمري آه جمال بالعمري هو وبغداد بونجاح أعتقد أنه لكن هذا كل هذا يعني نعطي كل يدي حق حقه جمال بالماضي لازال يتحكم في المجموعة يعني لا أعتقد أنه أوندي ديلور راح يخلق كما نقوله إحنا يا البلبلة أو حالة اضطراب في المنتخب لأنه ما زال جمال بالماضي يتحكم في المجموعة وما زال يعني حتى اللاعبين تحس باللي حتى في التربص السابق تحس أنه مدينينا للشعب الجزائري وحبين يعودوا يصحوا المصار ويحقوا انطلاقة جديدة حدل دائما مع خيارات النخب الوطني جمال بالماضي نشاهد أيضا القائمة حملت أيضا الجديد الجديد القائمة هي عودة نبيل بن طالب وكذلك الاستدعاء الأول لحسام دين ميرزاق هل تشوف أنه الورشة الحقيقية للمنتخب الوطني الآن حسب القائمة قائمة المنتخب الوطني هي تكمن في وسط الميدان طبيعة الحال وسط الميدان هو مركز جد حساس وتكلم عليه اليوم في الندوة الصحفية هو مدى به يعني يكون عنده ما نقولوش هنا باديل لبن ناصر أو لزروقي ربما يكون يبحث على ثلاث خيارات لما مدرب يفكر على المدى متوسط نشاهد في الشاشة عادل نشاهد نبيل بن طالب فرح جدا بعودته إلى المنتخب الوطني بعد فترة طويلة جدا طبيعة الحال ولما نستذكر كيف غادر نبيل بن طالب المنتخب غادر المنتخب قتلك يعني أحيانا هذه صيفة من صيفة جمال بالماضي أحيانا يكون يعني في الأحكام تعقاسي شوية يعني شفنا في المباراة البنين انتقد لاعبين انتقد بن طالب انتقد طايدر انتقد إسحاق بالفوضيل يعني كان اللاعبين لوجه لهم انتقادات لا دعا ربما هذه الانتقادات كانت راح تزيد تأثر بشكل سلبي على اللاعبين كما كانت قادرة تعطيهم حافظ معناوي كبير نشاهد تصريح لوافد الجديد على المنتخب الوطني حسام دين ميرزاق وقبل ذلك نشاهد تصريح لحسام دين ميرزاق بعد استدعائه الأول للمنتخب الوطني حسام دين ميرزاق ربما يستدعى مستحق للمنتخب الوطني بعد المستوى الكبير اللي رأيه يقدم فيه في نادي شباب الوزد وأيضا منتخب المحلي طبيعة الحال دائما تواجد اللاعبين البطولة المحلية في المنتخب الأول يعني ما ناشحبين يقتصر تواجد تحام في المنتخب المحلي ومن بعد الكل ينساهم لكن هذا كما قال جمال بالماضي كان يتابع في المستوى اللي يقدمه ميرزاق منذ تقريبا ثلاث سنوات يعني هذا التواجد تحام اليوم مع المنتخب الوطني كان مستحق وإن شاء الله نشوفه لاعبين آخرين لأنه شيء مؤسف لما دائما نشوفه قائمة اللاعبين الخاصة بالمنتخب الأول أغلبها من اللاعبين اللي ينشطوا في مختلف البطولات وغياب أحيانا غياب تام للاعبين البطولة المحلية إن شاء الله يكون عمل كبير يعني على المستوى النوادي تعنا ويبرز اللاعبين هل الأمر هذا هو مشكلة النوادي الجزائرية؟ أنه مشكلة للناخب الوطني لا مشكلة للاعب محلي عن المنتخب الأول لا هي مشكلة لنوادي الجزائرية وش معانتها ناخب؟ ناخب هو السيليكسيون يعني يختار الأفضل اللاعب اللي يكون أكثر جاهزية وليقدر يقدم الإضافة بدليل أنه حتى لاعبين اللي نشوفه نعطيك أنا مثال ياسين براهيمي اللي راه أحسن لاعب في الدوري القاطري غير متواجد لأنه راه ضحية المنافسة يعني فيه لما يكون هذا ما نقدرش ندخله في نقاش أو في جدل مع الناخب الوطني لأنه هو المسؤول الأول على العريضة الفنية عنده خيارات تقنية يعرف اللاعب ومستواه وين يقدر يوظفه هل يتمشى مع خطة اللعب اللي راح يبنيها هذا ما فيش جدل معه لكن احنا نتكلمه احنا العام الخاص يعرف أنه المستوى البطولة المحلية مستوى خلينا نقوله ضعيف ليس فقط ليس متوسط يعني الآن حتى دخلت في تفكير اللاعبي البطولة أنه باش يكون ويطور إمكانياته ويطرق باب المنتخب الأول عليه الاحتراف في الخارج ولكن المنتخب المحلي هو بطل العرب في قدر مؤخرا ما يكفيش هذا بطل العرب منتخب المحلي يعني تبقى في بطولة محلية ليس معيار وشفنا حتى يعني بطل العرب لكن شفنا مشاركة اللاعبين يعني أبرز اللاعبين في المنتخب الأول في البطولة العربية يكفي أنه ذكر حارس وهم بولحي يكفي ذكر يوسف بالليلي لهذا أنه حتى يعني في القائمة شفنا في قائمة المنتخب المحلي أغلب اللاعبين كانوا فينشطونا خارج البطولة البطولة المحلية لهذا قلت لك أنه التفكير الآن عند اللاعب في البطولة في النوادي الجزائرية أنه عليه الاحتراف يطور إمكانياته من ناحية ويحصل على مصادر يعني مالية أحسن من أن نشوف نحن ديون طرقهم مات يعني كل النوادي رحي تعيش أزمة مالية وبالتالي يطرق باب شفنا مع بندبكة شفنا مع عدة لعبين شفنا مع شتي شفنا عدة لعبين لستدعاهم الناخب الوطني لما خرجوا من البطولة المحلية أكيد عدل أيضا القائد قائد منتخب الوطني رياض محلز كان لديه نصيب من من كلام من ناحب الوطني جمال بالماضي نعلم أنه العلاقة بين الرجلين هي علاقة قوية جدا بالماضي هو من نصب محلز قائدا على المنتخب الوطني هاجم في وقت سابق بيب كوارديولا بسبب رياض محلز الآن رياض محلز لا يمر بأفضل أوقاته لا يمر بأفضل مستويته على أرضية الميدان وربما أمور خارجة عن الميدان شهد تصريح أنا خب الوطني ولينا عبد المشاهدين محلز لا يتريني بأفضل بالم Barran لقول لست كل ما احتمنا هو سابق للم ولينا لديه 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 لن أنه لا يتعوني لا يتعوني في هذا المستويته لنتهي رياض يوز يجب الحياس فيه وقام مرور هو الثقاف أو المستويته أو للمشاهد تشجل محلز زجر لقدر لم يستعز هو سابق الآن, على السحن perhaps. Il traversait une phase difficile التي لا يشكلها, التي لا يشكلها الان واجت الىرة لا يشكلها. لذلك نخطع إلى الأسفادة. لأن النظر بمتال له. الذي يستهدئين المتحدث على البقية وهو كان على التعديد الملائك ل 그다음 للجموعة أننا لا يشعل هذا دائما لا يشاهدنا فيه. لذا كان العنبيه قد لا يشاهدت ليس فيهارة أبدا وكان يشاهدت متري كاللي فقام ولكنه يمكن أن يكون محاولة محاولة يمكن أن يكون متعدة من المترجمات على كل نهاية من المجد فيها محاولة فهذا سيكون فهذا يحبب لهذا افتحة وليس لا من أخلقه من أردني أن يريد فهذا يمكن أن يريد أن يريد أن يكون محاولة ونهارة يترافر هذا الموقع يتعرف على كل شيء لا يعتقد أنه يكون لديه المساعدة على أن يكون لديه المساعدة ويجب أن يتعرف على الهواء ويجب أن يكون لديه أنه يمكن أن يكون لديه وأنه يمكن أن يكون لديه ويجب أن يكون لديه هذا الختام إلى أي مدى من المهم الدفاع النقب الوطني جمال بالماضي على قائده رياض محرز في هذه الأوقات الصعبة التي موئة طبعاً الحال لأنه اللاعب أحياناً يحتاج كما نقول إحنا السوتيان مورال يحتاج إلى الدعم معنوي ونعرف إحنا العلاقة يعني كان علاقة وقتيدة بين الناخب الوطني جمال بالماضي ورياض محرز لكن هذا ما منعش جمال بالماضي يقول كلمة الحق أنه رياض محرز تراجع مستواه حتى مع المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة وهذا شيء معروف عند كل الجزائرين ليس أحياناً أشخاص الداء هو أول مراحل تعافي إن شاء الله متفائل في عجلة متفائل بمستقبل المنتخب الوطني والعودة القوية إن شاء الله طبيعة الحال متفائل لأنه كما يقولون المادة الخامة موجودة اللاعب المتوجدين الاستقرار على مستوى الحمد لله عودة طولة الاستقرار على المستوى الاتحادية وعلى مستوى العريضة الفنية بمواصلة جمع بالماضي لمشواره إن شاء الله كل توفيق للمنتخب إن شاء الله شكراً لك عدل كنت سعيد باستضافتك معنا في هذا البلاطو شكراً جزيلاً على الاستقرار شكراً إذن مشاهدين وأنا بدوري أنهي الموعد الرياضي شكراً لكم على حسن الإصغاء والمعني